لما تقول في كلمتها على لسانة طبعا سيادة الرئيس انها بتعبيرات شديدة اللهجة وقوية نعم ان انا بحمل اسرائيل مسؤولية كميلة بالزبط كده وادعلي كنت هكلم فيه انه سلاح التجويع والحصار بالزبط كده رجع المدنيين رسالة الرئيس عفتاح السيسي كانت واضحة جدا جدا في امرين يعني ان فعلا المسئولية مصر فعلا بتحمل اسرائيل المسئولية كاملة عما يحدث كله لان هي فعلا مش عايزة توقف الحرب هي عايزة تصفيت القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين ده الهدف الرئيسي والولايات المتحدة الامريكية بتساعدها وبتؤيدها في هذا المنح وبالتالي كان فيه الرؤية المصرية واضحة وصريحة ان مصر بتحمل اسرائيل والولايات المتحدة ايضا كمان المسئولية الكاملة عما يحدث ده رقم واحد الحاجة التانية ودي المهمة هي عملية المساعدات الانسانية حرب التجويع الشعب الفلسطيني الان يعاني مش الحرب السلاحة والزبح ونحر الفلسطينيين والكلام ده كله لا ده فيه اخطر من كده التجويع التجويع انت عندك الوقتي انت عند غزة تعيش يعني كارثة انسانية حتى اللجنة التابعة لأمم المتحدة اللجنة المستقلة قالت الكلام ده قالتوا بصراحة شديدة قالت ان الشعب الفلسطيني دلوقتي بيعاني حرب تجويع حرب تجويع يعني تخيلي كل المساعدات الانسانية دي كلها ما بتصلش ما بتصلش والمعبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني اسرائيل يعني لك انت تخيلي الجنود جنود الاحتلال الاسرائيلي يحولوا معبر رفح من الجانب الفلسطيني الى كبرهات وملاهي ليلية حاليا دلوقتي هذه كارثة هذه كارثة هنا الارادة الحقيقية لو توفرت لدى الولايات المتحدة الأمريكية لتوقفت الحرب فورا لكن ده مش موجود ولذلك مصر هنا العملية مصر عليها عبء ثقيل جدا جدا بالمشاركة مع بعض الأشقاء العرب بالأخبار اللي طالع بقى بخصوص سير المفاوضات ومطالبة مصر وقطر بالضغط على حماس بالزبط لا طب هقولك حاجة لا انت عندك مهاردة في تصريحات صدرت اليوم كمان ان حماس نفسها بتحمل الولايات المتحدة الأمريكية عرقلة المفاوضات نفسها وحماس قالت انا ما لضغط معاليا ولا تهددت باعتقال اوتار بس انا عايزة ارجع بس الايه الترح الامريكي والرد الحمساوي اللي امريكا بتقول فيه منه ينفع ومنه ما ينفعش مع ان الواحد لما يفكر كده تبما الورقة الامريكية كانت بتقول وقف اطلاق النار والانسحاب من غزة والكلام ده كلتما يا حماس بتأكد على ده المعلن يا أستاذ لبنى يا أستاذ لبنى المعلن المعلن اللي اعلنته الولايات المتحدة الأمريكية غير الورقة الفعلية غير المكتوب وبالتالي ده طبعا يعني المعلن شيء والمكتوب شيء تاني مختلف تماما وبالتالي هنا زي ما حضرتك قلتي الورقة المعلنة بتقول وقف الحرب ومحدش يارف الحية غير اللي على الارض اللي على الارض بقى اللي هما في الارض وبالتالي هنا فلقوا ورقة مختلفة يعني طب في البداية لو تلاحظ في البداية ان حماس نفسها في البداية رحبت بالطرح الامريكي رحبت به لكن على في التنفيذ لما وصل لها قلت ولكن ولكن بقى فيه اختلافات في كذا وكذا 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 المسألة خلان نتكلم فيما أبعد من كده هو ايه لو فعلا هناك إرادة أمريكية حقيقية لوقف الحرب كانت خلصت المسألة طب أنتوني بلينكين ده وزير خارجي الأمريكي اللي جي الجولة في المنطقة من القاهرة لإسرائيل لقاطر الكلام ده كله مؤتمر صحفي بقى إيش بنسمع الحكومة الإسرائيل بتتكلم بقى هو المتحدث بإسمها الحقيقة ده صحيح للأسر فده برضو قرأت حدائك إيه هو جاي بإيه أو إيه الهدف أو الرسالة من وراء الجامعة دي ودي المرة التامنة يعني بص كل هذي الجولات ما يعلن غير الواقع الحقيقي زي ما حددتك قلت جولاته دي كلها وبيجي يتفق مع الرؤية المصرية ويقول أنا متفق مع الرؤية المصرية والرؤية المصرية صحيحة وهو والآخر طب نيجي ننفذ الرؤية المصرية أو المقترحات المصرية ما فيش تنفيذ إسرائيل ما بتنفس طب إسرائيل ما بتنفس ليه لأنه ما فيش إرادة أمريكية حقيقية لوقف الحرب وبالتالي ما بيحصلش الكلام ده كله هل الداخل الأمريكي برضو هما في مأزق آه طبعا بالزبط كده هو في مأزق ده في حاجة عندك دلوقتي حسرت اليوم كمان خطرة جدا الشعب الأمريكي دلوقتي نفسه في حالة غضب شديدة جدا يعني اليوم تم حاجة غريبة أو أوي ودي حاجة كويسة يعني طبعا في صالح الأضيال الفلسطينية حرقوا العالم الأمريكي والعالم الإسرائيلي طب ده ده حاجة كويسة لكن هل القادة الأمريكان بيستجيبوا لهذه المسائل للأسف الشديد هما بيحاولوا يلعبوا لعبة في منطار خطورة يرضي التصريحات تصريحات بلينكين تصريحات الخارجية الأمريكية والمعلنة والكلام ده كله والجولات اللي كل شوية جولة والكلام ده كله بيتبقى فوادي والواقع حاجة تانية عشان كده نفسه الشعب الأمريكي نفسه يعني رافض اللي بيحصل ده عشان كده نفسه